تتوقع دراسة للأمم المتحدة ازدياد عدد سكان لبنان في العام 2015 ليصل إلى 5 ملايين وتسعمائة ألف نسمة 3.3 مليون شخص من المحتاجين طبعا هنا لا نتحدث عن اللبنانيين فقط بل 1.8 مليون من هؤلاء السكان هم من اللاجئين السوريين والفلسطينيين ويحتاج الجميع إلى مليارين و140 مليون دولار لتمويل معيشتهم أين يتوزع هؤلاء الفقراء؟ تظهر خريطة توزع اللاجئين واللبنانيين الفقراء أنهم ينتشرون في 242 منطقة عقارية موزعة على مختلف المناطق اللبنانية أبرزها في الشمال ودي خالد عند الحدود مع سوريا كذلك الأمر بعد أحياء ترابلس الفقيرة فضلا عن الضواحي الشرقية والجنوبية للعاصمة بيرود أو ما يعرف بأحزمة البؤس بعض ضواحي صيدة وصور حيث تنتشر المخيمات الفلسطينية وساحل الشوف فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البقاعين الغربي والأوسط محيط بعلبك وعرسال أما معدل الفقراء أو من يصفهم التقرير بالضعفاء فيبلغ 49% من السوريين اللاجئين مقارنة مع 38% من اللبنانيين وفي توقعات الدراسة أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في لبنان بصفتهم لاجئين تحت خط الفقر يبلغ 720 ألف نسمة أما من هم فوق خط الفقر من السوريين المسجلين كلاجئين فهم تقريبا 780 ألف شخص في حين يبلغ عدد اللبنانيين تحت خط الفقر 1.5 مليون أما من هم فوق خط الفقر فهم مليونان وخمسمائة ألف شخص إضافة إلى 178 ألف لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر و92 ألف لاجئ فلسطيني فوق خط الفقر إذن ارتفاع حاد لعدد سكان لبنان منذ العام 2011 حتى اليوم نسبته 30% والسبب طبعا الصراع في سوريا أما التبعات فكثيرة أكان على المستوى الوطالة أم أوضاع العائلات والأطفال ونظام الغذاء والتربية والصحة وغير ذلك من القطاعات